السلام عليكم بعد تراجع الحرارة الكهرباء انففاض الأحمال يومي الجمعة والسبت استعرض الدكتور محمود عصمة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأحد معدلات الأحمال الكهربائية على مدار اليومين الماضيين في ظل تراجع درجات الحرارة ومدى تأثير ذلك على الطاقة المولدة ومعدلات استهلاك الوقود يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتحسين جودة التشغيل وإجمالي الطاقات المولدة ومعدلات الأحمال الكهربائية خصوصاً في وقت الذروة والحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة واستمرار وجودة التغذية الكهربائية وأشارت تقرير المركز القومي للتحكم إلى تراجع الأحمال الكهربائية مع انخفاض درجات الحرارة وبلغت الأحمال القصوى على مدار يوم الجمعة الماضي 26 يوليو 35700 ميجاوات وبلغ الحمل الأقصى أمس السبت 36500 ميجاوات في حين بلغ أقصى حمل للشبكة خلال وقت الذروة هذا العام 38000 ميجاوات علماً بأن تراجع الحمل الأقصى يؤدي إلى خفض استهلاك الوقود بقيمة 127 مليون جنيه لكل 2 ميجاوات خفضاً في الحمل الأقصى والاستهلاك على مدار اليوم تقريباً وقال الدكتور محمود عصمة إن هناك متابعة مستمرة للشبكة القومية الموحدة ومعدلات الأحمال على مدار الساعة لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية وتحسين معدلات الأداء لتقديم خدمة كهربائية لائقة تتناسب واهتمام ودعم الدولة الدائم لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعاً لنا لنستمر في نشر المزيد ترجمة نانسي قنقر